أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن تعاونها الاستراتيجي مع مؤسسة مجد يعقوب لأمراض وأبحاث القلب من خلال إنشاء المؤسسة لوحدة عناية مركزة للأطفال في مدينة السادس من أكتوبر كما أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن إنشاء ثماني عيادات ومنطقة انتدار في مركز مجد يعقوب العالمي للقلب الجديد لخدمة المرضى الأكثر احتياجا ووصلت قيمة مساهمة مؤسسة حياة كريمة إلى 47 مليون جنيه ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون بين حياة كريمة ومؤسسة مجد يعقوب للقلب وتوسعت نطاق عمل مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بشكل تشاركي